معطرد أكيد بحق لنا نحن انقاضيون أكيد بهذه الكلمات ظهر الملياردير السوري رامي مخلوف ينشد رئيس النظام بشار الأسد لإنقاذ شركة اتصالات سيرياتيل التي يملكها من الانهيار مهددا باللجوء إلى القضاء ما يشير إلى حجم الخلافات بين نظام الأسد ومخلوف مأثار جدلا واسعا قد يتعدى الأسرة الحاكمة إلى ما هو أوسع مخلوف بن خال الأسد وأحد عمدة النظام اقتصاديا منذ عقود والمدرج على القائمة الأمريكية السوداء منذ عام 2008 يرأس مجموعة شركات أبرزها شركة سيرياتيل التي تملك نحو 70% من سوق الاتصالات في السوريا مؤخرا طلبت هيئة الاتصالات السورية تابعة للدولة طلبت بعض شركة مخلوف بدفع منبالغ مستحقة للخزينة العمومية تبلغ 334 مليون دولار كضرائب تم التهرب من دفعها بحسب الهيئة الأمر الذي نفاه مخلوف الملياردير السوري مخلوف الذي كان الممول الأكبر للميليشيات الموالية للأسد والتي ساهمت بشكل واضح في قمع الانتفاضة الشعبية عام 2011 أشار وفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى أن الأجهزة الأمنية تسهدف شركاته وتعتقل مديرين وموظفين لديه واستغرب هذا الأمر قائلاً كنت أكبر الدعمين للأجهزة الأمنية خلال سنوات الحرب مراقبون أشار إلى أن روسيا لا تريد تحكم برؤوس الأموال في سوريا فقط إنما تريد وضع إيديها على جميع القطاعات الاستراتيجية والحيوية والتي من أبرزها قطاع الاتصالات وفي مقدمتها شركة سيرياتيل المملكة لمخلوف والذي يتحكم عائلته في أكثر من 60% من الاقتصاد السوري بفق صحيفة فينانشل تايمز ومن هنا كانت الحملة الأمنية التي يقوم بها الأمن السوري ضد مدراء وتقني سيرياتيل برفقة قوات روسية ما يجري مع لسد وابن خاله من خلافات بلغة الذروة أضف فضائح جديدة إلى سجل النظام ربما تجعله في مهب الريح في ظل التنافس المحموم على السيطرة والنفوذ في المنطقة ما قد يجعل مرحلة ما بعد الأسد قاب قوسيني أو أدنى ترجمة نانسي قنقر